أعلم أن حضرتك شديد الإعجاب بكاتب مصرحي كبير جداً جداً هو أساس توفيق الحكيم طبام لماذا توفيق الحكيم؟ توفيق الحكيم هو اعتبر مؤسس النص المصرحي المصري والعربي حقيقةً هو كان له تجارب في الأول خالص في العشرينات والثلاثينات وأدمها يعني أدم علي بابا والزمار وكلها كان التراث شعبي وما كانش بيكتب اسمه عليها نتيجة أنه والده بيستنكر والمجتمع في فترتها بيستنكر أن المثقفين يشتغلوا مصرح لأنه شايفين أن المصرح ده شغل الرعاع والدهماء والحرفيش وما إلى ذلك فكان هو بيرفو بالنكتب اسمه بعدين هو عايز يأكد أن الكاتب المصرحي كاتب محترم فكتب أهل الكهف وكتب المصرحيات اللي جات بعد كده وقال علىها مصرحيات زينية هي ما هي الزهنية ولا حاجة بس هو كان نتيجة إحباطه في عرض أهل الكهف زي تجربتنا أعنى تجربتنا اللي في الشمس وصحراء الجليل أحبطتنا بس التجربة اللي عملت عملت له جزء من الإحباط لما فشلت أهل الكهف في المصرح القومي ودي فعلا لم يتقبلها الجمهور فبدأ يقول أنا بكتب مصرح ذهني ادعاءا بس هو فعلا بيكتب مصرح حقيقي والدليل على هذا أن مصرحياته اللي اتعملت بعد كده نجحت نجاح باهر ونجاح كبير جدا وأسس لي النص المصرحي ويعتبر أستاذ المصرح في مصر وفي العالم العربي وبالتالي كلنا تعلمنا منه لأنه فعلا هو يعني تاريخ المصرح في العالم العربي بشكله وفي مصر أيضا ليس كفنون أخرى يعني المصرح بالذات لا هو المصرح تاريخنا كله لم يعرف المصرح إلا في شكله الشعبي اللي هو إيه اللي هو فنون الفرجة اللي موجودة في الأراجوز صندوق الدنيا السيرة الشعبية السامر المحبسطية كل دي فنون شعبية لأن المصرح فرجة أساسا بيعتمد على الفرجة لكن المصرح بمفهومه الحديث حتى لم يكن موجودا عندنا من زمان لا مش موجود ما كانش موجود بمفهومه اللي هو الأوروبي يعني لم يكن جزء من التراث المصري ما كانش موجود لكن كان موجود عند الفرعنة على فكرة يعني كان موجود والبعض بيقول أنه هو كان موجود في المعابد فقط لا هو ما كانش في المعابد والدليل على هذا أن فيه برديات ظهرت وقالت أن هناك مصرح شعبي كان موجود في الشوارع بيتعامل للناس مش بيتعامل داخل المعبد كما قال هردوت مثلا هردوت أنا شفت المصرح المصري في المعابد مع الفرعنة القدماء الفرعنة لكن في العصر العربي في العصر العربي برضو مظهرش إلا من خلال الفرجة الشعبية اللي احنا قلنا عليها اللي هي ابن دانيال في خيال الظل أو اللي عملها السامر أو المحبزتية جماعات اسمها المحبزتية اللي بتعمل احتفاليات شعبية في داخل البيوت أو في الشوارع طبعا السبب إيه السبب أن النخبة عندنا النخبة المثقفة على فكرة هي اللي بتتحمل مسئولية عدم وجود المصرح إنها لا تحترم إلا في نون القول واللغة يعني في نون الشعر والنصر والرسائل والنوادر والحكم وما إلى ذلك بس لكن في دون الفرجة لم تحترمها حديدك بتكلم على أي نخبة وفي أي تاريخ النخبة اللي بتكتب الشعر وتكتب النصر في تاريخنا كله التاريخ العربي كله لا يعتبر المصرح له وجود إلا إلا إذا كان مصرح شعبي هو اللي موجود مصرح شعبي اللي هو زي ما قلنا فنون الفرجة لكن فنون القول واللغة اللي هو الشعر والنصر والرسائل والحكم والنوادر وكل ده دي فنون قاول طيب بس حضرتك دلوقتي بتتكلم على على التراث أو التاريخ العربي أم المصري العربي والمصري لا بنتكلم على التاريخ المصري حاليا حاليا دلوقتي بنتكلم على توفيق الحكيم وعلى زمرة كبيرة جدا لا إحنا رجعنا الورى شوية لا يعني نتكلم على المصرح المصري مثلا في القرن نهايات القرن التسعة عشر والقرن العشرين والآن دي بدايات المصرح بشكله الأوروبي إنما بشكله الشعبي كان موجود زي ما قلنا في فنون الفرجة طب ليه فنون الفرجة ما تطورتش إلى مصرح حقيقي زي المصرح الفرنجي أو الأوروبي السبب زي ما قلت النخبة كانت بترفضه والدليل على هذا إنه محمد طيبور وهو مؤلف مصرحي كان عامل مصرحية قدام السلطان حسين كامل سلطان حسين كامل اتبسط من المصرحية لكن لما عرف إن محمد طيمور بيمثل قال له تعالى إزاي أنت ابن أحمد باشا طيمور تمثل مع الحرفيش ومع الدهماء على اعتبار أن التمثيل يعني مهنة ومنعه من التمثيل وقال له تعالى اشتغل عندي في القصر ومنعه من التمثيل شوفي رغم إنه هو أعجب بيه لكن لو أكتشف إنه هو ابن باشا وابن أعيان كان رفض ترجمة نانسي قنقر